بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض حديثنا معكم عن مقاصد الحج وهو ركن من أركان الإسلام قال ربنا سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالحج يعودك ويدربك على مكارم الأخلاق الحج يهذب النفوس الحج مدرسة أخلاقية تربيك على الصبر وتربيك على التقوى وتزكرك بالآخرة وتنمي فيك الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالالتزام بالأخلاق في رحلة الحج شرط لقبوله وشرط للمغفرة قال صلى الله عليه وسلم من من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه والعمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ولذلك قال بعض العلماء وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسه وهو خاصة هذا الدين الحج أشهر معلومات لتجتمع بركة الزمان مع بركة المكان وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا ما وقفت على هذا المعنى أن الشرط في هذه الرحلة أن تلتزم بمكارم الأخلاق وجدت أن الحسن البصري يقول الحج يتضمن ثلاثة أمور وهذه في غاية الأهمية وهي كف الأذى أي عن الناس لا ينبغي للحاج أن يتعرض لأحد بالأذى في رحلة الحج وبعد الانتهاء من رحلة الحج كف الأذى وبذل الندى أن تكون كريما سخيا معطاء وطلاقة الوجه أن تبتسم في وجوه الناس هكذا يصف الحسن البصري الحج ولما سئل الحسن البصري ما هي علامة الحج المبرور قال أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فإذا ما وقع نظرك على البيت الحرام قلت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وبرا وتكريما وإذا ما وقفت لتطوف بالبيت الحرام وأنت في حال الإحرام تاركا زينة الدنيا متجردا منها وقفت بالصمت بالصمت مستحطرا رب البيت في قلبك متزللا لله سبحانه وتعالى فقد ورد أن أنس بن مالك كان إذا طاف بالبيت الحرام في الإحرام لا يتكلم إلا بذكر الله فلما سئل عن ذلك قال هكذا الإحرام وكان شريح النخعي إذا أحرم وطاف بالبيت كأنه حية صماء يعني لا يتكلم أبدا إلا في ذكر الله وفي الشرب من ماء زمزم فضل عظيم فقد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له قال العلماء فإن شربته لتستشفي به شفاك الله وإن شربته مستعيزا من شيء عاذك الله وحجب عنك الشر وأبعده عنك وقد شربه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لظمأ يوم القيامة يعني على هذه النية ويقول الإمام الفقيه ابن العربي المالكي شربت ماء زمزم للعلم والبركة يقول وأجد بركة ذلك ويا ليتني سألت الله عند الشرب من ماء زمزم العمل بالعلم وسئل ابن خزيمة من أين لك هذا العلم فقال من حديث ماء زمزم لما شرب له يعني عندما شربت من هذا الماء سألت الله أن يرزقني العلم ويقول الحافظ البلقيني شربته على هذه النية أن أكون ماهرا باللغة العربية فرزقني الله ذلك فإذا وقفنا على أسرار الحج وجدناها كثيرة لا تعد ولا تحصى نسأل الله سبحانه أن يرزق الجميع الحج إلى بيته الحرام وأن يتقبل من الحجاج حجهم في هذا العام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق